كيف ينام العالم؟ وأي بلد ينام سكانه أقل من المدة المصابهة؟ مجموعة من البيانات كشفت أن معظم الناس في العالم ينامون نوما هنيئا يوم الأربعة باستثناء سكان دول الخليج الذين ينامون بشكل أفضل ولمدة أطول يوم الخميس أما معدل ساعات النوم في الخليج وخاصة في الكويت والسعودية والإمارات فلا يتعدى السبع ساعات أما البلدان الأوروبية كألمانيا وإنجلترا وفرنسا فيصل معدل ساعات نوم سكانها إلى سبع ساعات ونصف الساعة أما في اليابان والصين فيصل معدل نوم السكان هناك إلى ست ساعات ونصف الساعة وفي استنتاجات الدراسة تبين أن سكان دول الخليج وشرق آسيا لا ينامون مدة كافية فبحسب مؤسسة النوم الوطنية على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والخمسة والستين النوم مدة تتراوح بين سبع وثمان ساعات في اليوم للحفاظ على أسلوب حياة صحي فقلة النوم تسبب مشاكل صحية عدة أبرزها الاكتئاب وأمراض القلب والسكتات الدماغية أما الذين يحرصون على أخذ قصة كاف من النوم فهم يتمتعون بصحة عقلية أفضل كما أنهم أقل عرضة لزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وربط الباحثون تدني ساعات النوم باستخدام الأجهزة الإلكترونية في وقت متأخر من الليل ما يعيق عمل هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم آسيا صفي الدين العربية